استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلات في كليمانسو وفدا من التجدد للوطن برئاسة شارل عربيد بحضور النائب وال أبو فعور أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلات حسام حرب ولفت عربيد إلى أن التجدد للوطن مع التقدمي ورئيسه يتشاركون ثوابت لبنان الاعتدال والتمسك بالطائف والأمور الحياتية تشرفنا اليوم بزيارة تيمور بيك وهدف اللقاء هو لحتى نسلم الورقة السياسية الأولى للتجدد للوطن طبعا هذه مناسبة لحتى نحكي أكتر بإمكانية التعاون ندخل أكتر بتفاصيل هذه الورقة التي نتمنى أن تكون ورقة جامعة لكل اللبنانيين نحن كتجدد للوطن وأكيد مع تيمور بيك والحزب التقدمي الاشتراكي والتكتل النيابي نتشاطر الكثير من العنوين والثوابت هذه الثوابت اللبنانية اللي نحكي عن لبنان الاعتدال نحكي عن العيش معا نحكي عن ضرورة التمسك باتفاق الطائف نحكي بأمور العلاقة بحياة الناس اليومية طبعا مواضيع كثيرة بأعتقد هذه بداية لقاءات واتفقنا مع الإخوان أن نتابع مع الحزب التقدمي الاشتراكي هالنوع من الحوارات لحتى نوسع الحوار إذا ملتقوا اللبنانيين مع بعضهم وحكيوا بكل شفافية ووضوح ومسئولية ما فينا نلاقي حلول حتى نخرج من الأزمة وهي دا أساس هذه الزيارة